تلبية لدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم إلى مصر للمشاركة في أعمال القمة السلسية المصرية الأردنية الفلسطينية وأوضحت وكلة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا أن القمة السلاثية التي تجمع الرئيس السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبدالله ثاني في مدينة العالمين الجديدة تأتي تكسيدا للتشوري والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية ولتوحيد الرؤى للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية ويبحث القادة السلاثة أخرى مسجدات القضية الفلسطينية وتنسيق المواقف لحجد الدعم الدولي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة دولته بعاصمتها القدس الشرقية